انا واحد من الناس اللي كنت متصور ان نزول الفريق عنان الى الانتخابات يشكل شيئا مفيدا اولا لانه مهما تكون شعبيته اعتقد انها مش كبيرة زي ما بعض بيتصور او يحاول تصوير البعض لكنه عامل محفز على خروج الناخبين الى الانتخابات لانه عادة عندما تفتقد الانتخابات اي انتخابات المنافسة او وجود طرف نفسها يكون الاجتماع بها دايق ويخاف على ان الكون الحضور بنسب اقل اصدى حضرتك انه نزول اي من المرشحين سواء كان الفريق بقسامي عنان او غيره ده بيخلق التنافسية اي نعم فعشان كدك انا يعني كنت شايف ان ده هيخلق حيوية في الانتخابات لكن لا نستطيع على وجه الاطلاق ان نفعل شيئا لزائل التعامات المحددة الواضعة اللي جه فيها بيان القوات المسلعة وانا يعني لم يقع في نفسي موقع مش موقع التصديق كنت حاسس اني مكلهاش لازمة الكلام اللي قالوا انه انا كنت عاوز انزل عشان انقذ القوات المسلحة نعم من التكاليف الضخمة والاعباء الكبيرة الاعباء دي بتاع دعب مش اعباء دي مصالح الشعب المصر نعم والقوات المسلحة هي جزء من هذا